السلام عليكم ورحمة الله اتمنى تكونوا بخير وعلى خير انتم تشاهدون هذا الفيديو سوف نتحدث عن توقيت الدراسة في رمضان او الحجار رمضان كريم الله يدخل عليكم بصحة والسلام ان شاء الله رمضان هذا العام سوف تقرأوا وتمشيوا المدراسة توقيت الدراسة سوف تبدل بخصوص رمضان لا تقرأوا كيفية الأيام العادية سوف نرى في هذا الفيديو كيف ترون معي هذه الوثيقة التي ترونها اوقات الدراسة لشهر رمضان هنا يستثناء يوم الجمعة حين يوم الجمعة يوجد هناك واحدة بالنسبة للأيام العادية بالنسبة للحصة الأولى فترة صباحية وفترة مسائية بالنسبة للحصة الأولى ستدخل لهم في 9 قل تولوت 4 أو 40 دقيقة تحدثوا بالنسبة للحصة حينهم الثلاثية سوف تحديثوا بالنسبة لحمة السعود وفترة السعود ثلاثية حينهم الثلاثية تدخلوا بشكل أحضر حينثة الحصة to 12 وفترة السعود حينثة للحصة ثلاثية حينثة لحمة السعود حينثة لعشات السعود الدخول سيكون مع الوحدة و 15 دقائق تقوم بإستراحة 5 دقائق تقوم بإستراحة 10 دقائق تقوم بإستراحة 5 دقائق تقوم بإستراحة 5 دقائق يوم الجمعة يكون واحد بخصوص صلاة الجمعة تقوم بإستراحة 10 دقائق تقوم بإستراحة 10 و 15 دقائق تقوم بإستراحة 10 و 15 دقائق اخر ساعة بالنسبة للقرية في شهر رمضان هذا هو التوقيت الزمني سوف تكون لديك تحديد نظر المؤسسات المغرب يجب ان احصلوا على الاستخابة وحزن على الطبيعة بسبب حجبة اشتركوا في القناة وفعلوا جرس بشي وصلكم جديد اقربوا فيديو توفرسوا اشتركوا في وقت الانسي ماليكم